وفي كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العدوان الإسرائيلية على غزة يقترب من عامه الأول وسط عجز من المجتمع الدولي عن وقف المذابح والجرائم ولفت أبو الغيط إلى أن القوة الكبرى في عالم اليوم إما لا ترغب في ممارسة الضغط على الاحتلال أو لا تستطيع إقاف هذه البلطاجة والوحشية لقد تصدينا جميعا متضامنين وبصوت واحد لهذه المخططات وسنستمر في مواجهتها وإحباطها باللسان والعمل نفضحها في العالم كله ليعرف بنوايا الاحتلال ومرميه ونعمل بشكل متواصل على دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم الفلسطينيون يبذلون دمائهم في هذا الصمود البطولي النبيل وأقل ما نقدمه هو أسباب الدعم والإسناد لهذا الصمود الذي هو في واقع الأمر جوهر قضية فلسطين ومعناها وامتدادها الباقي على الأرض لقد استشهد حتى الآن واحد واربعين ألف فلسطيني ولكن هناك ستة ملايين باقون على أرض فلسطين ولا يمكن إخراجهم منها